اهلا بكم في مطبخينه يارب كلكم تكونوا بخير النهاردة هنعمل وصفة للبيتزا سهلة وعملية جدا بعجينة سيلة من غير مأدينة تلمس العجين سريعة خالص ما بتاخدش اي وقت في وقت صغير جدا الغداء او العشاء او الصحور في رمضان ان شاء الله هيبقى جاهز لذيذ وهيعجب الكل انا ايمان لو اول مرة تشوفوني ياريت تشتركوا في القناة تعملوا لايك على الفيديو ويلا بينا نشوف عملناها ازاي هنحط بقى في الاول معلقة صغيرة من الخميرة الفورية معلقة صغيرة من السكر نص كباية من المية الدافية تبقى دافية يدوب خفيف قوي ما تبقاش سخنة 125 ملي هنقلبهم مع بعض كويس قوي عشان السكر والخميرة يدوبوا في المية بعد كده هنضيف عليهم 4 معالي قبار من زيت الزتون او اي زيت نباتي بيساوي 40 ملي نص كباية من اللبن الزبادي 125 جرام بيضة معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الزعتر هنقلب بقى كويس قوي عشان كله يمتزج مع بعض هنضيف عليهم بقى معلقة صغيرة من الخل ومعلقة صغيرة من البيكنج بودر هنقلب برضو كله مع بعض كويس قوي بقى كده فاضل الدقيق هنضيف عليهم بقى كوباية ونص من الدقيق 210 جرام نوع الدقيق ده يأما دقيق المخصوص للمخبوزات والبيتزا والعيش وكده او الدقيق بتاع جميع الاستعمالات هنقلب بقى الدقيق مع بقية المكونات لغاية لما يختفي خالص نقلب كويس قوي بتبقى العجينة بالشكل ده لا هي سيلة قوي ولا هي متمسكة هنجيب بقى صنية الفرن مقاس 28 سنتي وممكن كمان تنفع معها 30 سنتي هنحط فيها معلقة او معلقتين من زيت الزيتون او اي زيت نباتي نوزعه كويس قوي وبعد كده هنحط العجينة وهنوزعها ونسويها بحيث تبقى كلها بسوى واحد هنغطيها بقى ونسيبها تتخمر في مكان دافي لمدة نص ساعة كده بعد ما عدت النص ساعة هنجيب بقى الحشوة اللي هنحشيها بيها الاساس طبعا ان احنا هنحط جبنة موزاريلا دي اول حاجة هنحطك شوية كده من جبنة الموزاريلا هنوزعها على وشها كويس وبعد كده هنضيف بقى الحشوات اللي تحبوها انا حطيت هنا فلفل احمر مع فلفل اخضر ونسيبها وقطع من الزتون الاسود والزتون الاخضر ممكن بقى اي حشوة تحبوها ممكن تحطوها يعني انا مثلا استعملت هنا السوسيس ممكن تستعملوا بدالوا البسترمة او التونة او لحمة مفرومة متعصاجة قطع من الفراخ كده متقطعها صغير قطع من اللحمة متقطعها صغير شويرمة اي حاجة المهم ان احنا هنحط الحشوة اللي احنا عايزينها وبعد كده هنحط قطع شوية كده صغيرة من البصل وبعدين هنحط بقى نوع جبنة تانية انا حطيت هنا جبنة شيدر وزعتها برضو على الوش في بقى عندنا هنا في الاخر خالص فص صغير قوي من التوم المفروم وعليهم معلقتين 3 كبار من زيت الزتون وهنوزعهم على وش البيزا ممكن الاستجناء عن فص التوم لو انتم ما بتحبوش التوم وممكن ان احنا نحط الزيت لوحده هنوزع بقى الزيت كويس على الوش وبعدين هندخلها فرن سخن على حرارة 180 درجة في الراف اللي في النص لمدة نص ساعة هتطلع بقى من الفرن هنقدمها على طول وهي سخنة كده بتبقى جميلة ريحة وطعم في متى الجميل وزي ما شفته سهلة خالص واي حشوة ممكن تعملوها في وقت صغير خالص الغداء او العشاء او حتى السحور هيبقى جاهز يا رب يكون عجبكم الفيديو وهستنى تقولولي رأيكم في التعليقات واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي اشتركوا في القناة